تريحه ومعه سلوسك ماتخبش خبت أخوك أسوك ماتخبش خبت أخوك أنا مزاكك أكبتاجي وأمني ما هيبقى زيك وقولك هي صوابعك مزاك بعضها أنا هي ما تمشى شوية حاسي أن الدنيا كلها جاي على صدري ربني هديك يا صاحبي سلام الواد سوكا بقى اتفرج على تورك كتير الواد ضاع اللهم صلي على النبي ده كازم السير في الحرق عندنا ده ماتخبش؟ الواحد ياضيك إبداكي طلع لي في الإيافة ولا كان عارف فجأة اكتشفت أن أنا سيكسي ها وديقلبتها دي من واحد ده يا طعوة لا 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 انت تعرف عني كده يا صاحبي دي بدلة الشغل أصلى أخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياضي اللي سهلنا فيه أخر مرة ساعة ما سبتنا ومشيت مع الولية القرشانة شغل شمال اه بس شمال على نظافة بالبدلة والكرباطة والشوكة والسكينة تقلب الزبون شكرا وبرنطو لعبة ورتاحة يا طعوة لعبة ورتاحة طب ما تاخدنا يا أم على جناحة ده اللي يطير لوحده يا صاحبي أنا نازل بادري دلوقتي عشان مدير الصالة يفطمني على الشغل أقول له شوف لك على شغلان لا شغل مرة واحدة انت خدمتك ليه ان انت تستهرني صارف الكباري ده وأنا عرف سكين يا قليل الأدب عينينا اعتبر الكباري كباريهك والطعون طعونك جد أنا بحبك عيب أصحابنا وأنت ولا فاكرين الماضي لمؤاخذة ولا أهبأ أنا بقى يا برينج سلام سلام يا هيمة تعالي بص بقى أهو كله حطت له ورق وطبقته شوفي بقى أنا عايزة منك حاجة مهمة شوفي يا أخي عايزك يتعملي إيه بقى جلالي ببيض وطرح بيض عشان النسوان اللي بتروح الحج يبقوا عايزين يلبسوا كده حاضر يا حجبتي هعمللي كل اللي انت عايزة طب وبقولك إيه إيه الواتساعد ابني لما هيجي اوعي تدخليه اللي ما اتغطي بتوع دي يا أختي ها ماشي هغطيهم وتغطي أنا مساء الخير انت مين يا ابني زيك يا أم إيه مساء النورة عشي أنا مقصودش أخطي يا كل مرة بتيجي كده أهلا نساعد أنا الأنسة كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت وقلتلي أن أنا حاجة أستناهن عندك في المكان وتستناهن لي البيت بيتها والشقة شقتها نمالي أيوة ما نعارف أنا قلت يعني أجب ركلك على المشروع الجديد بتاعك خصوصا يعني أن يوم نفتتاحك أتل دنيا زحمة جدا ومعرفتش هتخلك ليه وهو أنت كنت موجود يوم نفتتاح؟ هعتبر نفسي مش ظابط مباحث وحسد أنك ما شفتنيش لا أنا فعلا ما شفتكش وبعدين أنت بتحقق معي ولا إيه لا لا أبدا خالص هو كل الموضوع يعني تقدر تعتبر نفسك إنك مطلوبة أمنياً وأنا بعتبر نفسي ظابط شاطر زي ما بيقوله وحاسس كده والله أعلم أني حارف أوقعك السلام عليكم يا سعاد تلباشا عليكم السلامة الله وبركاته زكباشا أهلا بيك ننور الدنيا كلها أنا قلت أجيلكو كده نقعد لوحدنا الأول عشان أشوف طلباتكو إيه؟ نورت بيه؟ إحنا جايين علشان نقول كلمتين أوراد ضغطة فتضلوا تحت عمركم؟ بص في سعاد تلباشا الراجل سلومة صاحب البيت ده راجل واطي بيكون مال النبي إحنا جاهزناله الفلوس وتصرفناله فيها بس عايزين ندياله على إيد الحكوم ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس إنه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئة الحكومة هي اللي تتصدر له مش إحنا بس أنا شايف برضو إن إحنا لازم نماشي الموضوع ودي لأن إنتو في الأول وفي الآخر جريان والشوك وفوش بعض عموما إحنا هنقفل المحضر اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح وهنحط تاريخ جديد لبداية أعمال التنكيس وطبعا عشان تقرير الحي وأنا كده كده هعملكم أحضر بالصدح وأخذلكم عليه تعهد بعدم التعرض صح؟ أي للعجل يا باشا؟ أيوة بالذات بقى يا باشا؟ موضوع عدم التعرض ده ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعة ما تقدم لها عشان يطلب إيدها وهي رفضيته وقالت ما يلزمنيش وهو شايل منها ومعابي عايز ينتقم مننا كلنا كده لا طبعا وأنا مقبلش إن أي حدي يضيقكو أو يتعد عليكو خصوصا يعني وأنا موجود رب ري خلي كلينا باشا وينصرك على مني عديث باي بقولك يا بيت في كس ناقص من الحلنة دي شاكك ضربت عليه نايم أخذت حاجة يا شتو؟ لا أنا شاكة فيك شعرك متحني من قدام كده ومسود نايم أخذت حاجة طب ومقلع اللي شهر بدورين السلام عليكم عليكم السلام بقولك ايه؟ أعيزك برا كده في حاجة يا عم خليك يعني خلاص شايف الحليم مقطع بعضيها فقل بالمحل مالك شاكلك شايلتها جنستك حاجر مرحتش المستشفى بأخوة حبسها في البيت واخد تليفونها من الساعة اللي حصل في الفرح وروحت الولي اللي بتنظف معاه قالتلي برضو ما جاتش ومش عارف اعمل ايه طب معلش خليك وراه يا بيتة جادة خليني وراه ايه بس مانا مش عارف عنها اي حاجة خليه وراه ازاي بس طب بقولك ايه؟ تعرف عنوان ها؟ اه عارف عنوان ماشي يلا بنا ايه يعرف ايه؟ بلاكش دعوان تبقى نحلي لكم المشكلة دي؟ يلا بقولك يا بيتة خلي بالك من المحلة على ما ياجي خلي بالك ما فيه زباين بقولك مش راحة في حتة خلاص ايه انا اسف انا اسف الانوسة مش بس لبس وشعر وميكوب لا لا الانوسة يعني حالة احساس انتي مش لازم تهتمي بانوستك عشان الراجل بس عشان جوزك او خطيبك نو عشان نفسك الانوسة بتبان في المشي بتبان في الجاست في الحركة بتبان في الحاجات دي لازم ما تبقيش مكسوفة انك انسة ربنا خلقك انسة so you have to be proud طول الوقت تبقي فخورة كده حسن كده انا مبسوطة ان انا انسة حسي بانوستك الله ينور عليك يا قبلة ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون لما تسيبك من الدرس ده يا قبلة احنا مش تلمزة ماينفعش هتبعينا الهدوم دي بالاس يا بيت انت وهي اختشوا على دموكو ودم اللي جابوكو عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعو شحات عايزي اكل عاش فينو اهو النبي يا قبلة ده احنا حتى غلابا ممعناش نحط قومة فلوس في الشفتش والمقطع والمباين ده كل هنا ماشي كده بالقست وشغالين زي الطلوق طلوقة طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي واسيبونا افكر ماشي سلام يا قبلة بار امشي يا اخت امشي اللا 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 ايش اقدر وايش احمر وايش اصفر ده اللي اولا في اشارة مرور يا بواغزة انا والراجل ده عايز اني تدلع ممكن تدلعينها مكنة انتوا عايزين مني اي حيوان انتوا وهو لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيبلكو البوليس وهحبسكم يا حبسينا المكنة وفين الحبس ده ده احنا بنتشع عليه مش لاحيينه يا حمار ده هو انتوا عايزين منها ايه يا سندوس اني جابك هنا اطلعوا بره يالك هوا بره فيها يا جملاء ما لهمك العلس يعدوا اللي جابك هنا انت هو يالك يا كوريا الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادم نعم 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 بتقول ايه يا حيلتها وعيد انت هو الشيطان يعمل معاك الغالة ده انتوا عيد ابوكم هباب موسيقى